إذن نستطيع أن نقول أن أوروبا وغاباتها تحترق في الوقت الحالي بسبب ارتفاعات الحرارة القياسية في هذه الدول بريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول تحت وطأة الضغوط الكبرى من ارتفاع درجات الحرارة شهدنا في الأيام السابقة وصول درجات الحرارة في بريطانيا لمستوى الـ 41 درجة مئوية مستويات قياسية وتاريخية في بريطانيا كذلك أيضا في جاراتها أيرلندا شهدنا تسجيل 33 درجة مئوية في ديبلين وهي أعلى حرارة منذ عام 1887 تشهدها البلاد أوروبا القارة التي كانت تتميز بأجوائها في الصيف أجوائها المعتدلة أصبحت الآن نارا تحرق غاباتها في الوقت الحالي في إسبانيا مثلا شهدنا في أسبوع واحد فقط تدمير 4400 هكتار من الأراضي كذلك في فرنسا منذ بداية الأزمة وحرائق الغابات شهدنا احترق حوالي 11 ألف هكتار من الغابات البرتغال ليست ببعيدة واليونان كذلك كل هذه الدول تتضرر بسبب التغايل المناخي وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق ولكن كيف يؤثر ذلك أيضا على الطاقة بالنسبة لأوروبا أوروبا تعاني مشكلة كبيرة في الطاقة وفي إمدادات الطاقة لا سيما منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ولكن لو نظرنا إلى معدل ارتفاع أسعار الكهرباء تحديدا في أوروبا بسبب زيادة الطلب وتحديدا في الصيف في الفصل الحالي نظرا لارتفاع استخدام مكيفات الهواء التي بطبيعة الحال تستطبع ارتفاع درجات الحرارة نأخذ فرنسا مثلا كمثال على دول أوروبا 640 يورو للميجاوات في الساعة هذه هي المعدلات القياسية بحسب الرسم البياني معدلات مرتفعة للغاية خلال عام 2022 كذلك أيضا تناقص الغاز الروسي الذي يؤدي بطبيعة الحال رفع أسعار الكهرباء أيضا هو عامل مهم يؤثر على الطاقة بالنسبة لدول أوروبا 40% فقط يضخها نوردستريم قبل التوقف التام بسبب صيانة التوربين الذي كان مرسلا إلى كندا وتنتظره روسيا لمحاولة إعادة ضخ المزيد من الغاز أو إعادة ضخ الغاز في نهاية هذا الأسبوع مخزونات أوروبا بعد التحوط من تقليل الغاز من روسيا ومن غيرها وصلت إلى 52% خلال عام 2022 في الوقت الحالي كذلك أيضا شهدنا في يوليو 2022 انخفاض منصوب نهر الراين إلى أدنى مستوى له في أكثر من عشر سنوات كل هذه الضغوط بطبيعة الحال تضغط كذلك أيضا على إنتاج محطات الطاقة النووية سواء في فرنسا أو في ألمانيا التي تبرد من خلال هذه المياه التي ارتفع درجة حرارتها وقل منصوب نهر الراين كذلك لو نظرنا أيضا إلى تأثير التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة على الطاقة فإننا نشاهد مخاطر شديدة على احتياطيات النفط حول العالم اللون الأحمر يشير إلى مخاطر شديدة وقصوى بالنسبة لدول ذات احتياطيات كبرى السعودية العراق نيجيريا إيران روسيا كل هذه الدول تمتلك احتياطيات نفطية كبيرة تؤثر عليها ارتفاع درجات الحرارة هناك نحو 600 مليار برميل مكافئ من النفط والغاز تحت التهديد بالنسبة أو بسبب التغير المناخي يأتي ذلك بسبب العواصف والفيضانات المتكررة ارتفاع مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة القصوى وكنا قد شاهدنا في تكسس العصير في 2021 التي خفضت الانتاج بشكل كبير وأثرت على الاحتياطيات أخيرا في مشكلة التغير المناخي هناك ارتفاع في درجة حرارة الأرض بـ 1.1 درجة مئوية مقارنة بما قبل العصر الصناعي ولكن اتفاقية باريس للمناخ كانت هناك اتفاقية وقعت عليها كثير من دول العالم تقضي بقصر الاحترار فقط على درجة ونصف ولكن إلى أين نتجه؟ نتجه إلى درجتين مئويتين على الأقل كزيادة متوقعة بحسب منتدى الاقتصاد العالمي إذن مشكلة التغير المناخي في الوقت الحالي تؤثر وبشدة على الطاقة وعلى مخزوناتها وكذلك أيضا على أسعارها وعلى كل ما يدور في العالم في الوقت الحالي وأصبحت أمرا يجب معالجة كونه سيكبد العالم حوالي 178 تريليون دولار بحلول عام 2070